السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما خلال هذا الفيديو الأصير سأحاول إشرحكم أو نبهكم للصفحات الوهمية اللي ممكن نلاقيها بالفيسبوك وهي عبارة عن عروض وهمية موجودة هون بالسويد بيكون بتكون صفحة وهمية بتكتب مثلا أنه في مثلا السوبر ماركت الفلاني أو المحل الفلاني عامل بريسينت كروت اللي هي كروت الهدايا ممكن توصل قيمتها مثلا ألفين أو ثلاثة آلاف وخمسة آلاف وعشة آلاف ما شايفين هنا الصفحة أنه صفحة باسم الويلز وطبعا هذه الأعلانات مثل ما شايفين ممولة بيكون مكتوب تحتها أنه ممول بالسويدي أو بالعربي وأغلب الأحيان بتكون الطريقة أو الديباج اللي هني بيحطوها أنه مثلا هذا المحل أو السوبر ماركت يحتفل مثلا بمرور مثلا 20 سني أو 50 سني أو 100 سني أو هل هو على إنشاؤه فبالتالي هو يعطي كروت هدايا فبيحطوا رابط مشبوهة حتى الناس تدخل عليها وممكن تسجل دخول ممكن يكون هاكر أو ممكن يكون مدخل لشركات تاني حتى تاخد بيانات للزبائن وبالتالي تصبح تتصر فيهم عطول أو تستفيد من هاي البيانات بطريقة أو بأخرى طبعا الطريقة للتأكد من أنه هذه الأعلانات هي مشبوهة أول شيء ما نشوف الصفحة الصفحة طبعا أغلب الأحيان السوبر ماركتات أو المحلات الكبرى المحلات التجارية بتكون في علامة زرقاء علامة التوثيق عند الصفحة طبعا ما شايفين هاي صفحة مشبوهة إذا ندخل عليها ما في ما في أي لايك ما في أي صور صفحة تم إنشاءها جديد بآخر يعني سبع ساعات أو كذا يعني المهم أنه آآ صفحة آآ تم إنشاءها بالشكل مؤخرا صفحة حديثة بين ما فيها لايكات ما فيها علامة زرقاء فبالتالي لهذا الإعلان اللي شفنا قبل شوي عن بريزينت كورت هو إعلان آآ غير صحيح هو إعلان وهمي بقصد النصب والإحتيال أو جذب الزبائل لأماكن أخرى آآ التأكد كمان نصير من خلال ممكن نكتوب نحن صفحة على الفيسبوك نعم البحث على أصل الصفحة وندور على الصفحة الأساسية للشركة أو للمحل التجاري أو حتى على الجوجل وطبعا موظم تطبيقات بالسويد عندها أو عفوا موظم الشركات والمحلات التجارية أنت تطبيقات على الموبايل بإمكانكم تسجلوا دخول بهذه التطبيقات تتأكدوا إذا كان فعلا هذا العرض حقيقي أو لا بس حبيت نبهكم لهذه النقطة نتبه من عمليات نصب والإحتيال حتى مرات بالمجموعات العربية كمان بيكون بيدخل شخص بحطرة بتهمه إنه مثلا السويد قررت ترحيل المهاجرين أو قرار سلبي ضد المهاجرين أو شيء من هذا القبيل فكمان أغلب الأحيان بيكون للأسف رابط طوهمة أو نصب واحتيال فحبيت أنه نبهكم لهذا الشيء وبشوفكم بفيديوهات قادمة وشكرا المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله